تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى والنجوع وكمان المناطق الحدودية كان واحد من أهم المكتسبات اللي اتحققت عبق بثورة 30 يونيا وحطت الدولة المصرية قدامها أولوية إنها تحققها في استراتيجيتها لـ 2030 ولأن عام حكم الإخوان استهدف ضمن ما استهدف الثقافة والإداع والحضارة كان لازم يحصل نهضة ثقافية شاملة علشان نقدر نركز على هويتنا المصرية أكبر إنجاز من إنجازات 30-6 هو الحفاظ على الهوية المصرية والثقافة المصرية حائط الصد المنيع حقيقة كان في محاولات لطمس هذه الهوية لتغيير هوية المصرية لاستمرت ألاف السنين خلونا نتكلم مع حضراتكم عن المنجز الثقافي ومكتسبات المثقفين والنهضة الثقافية اللي احنا شاهدناها خلال 11 سنة اللي فاتت بعد 30 يونيو مع دكتور عبدالواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر منورنا ومشرفنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتك وكل سنة حركة طيب وأنت طيب وصحب السلامة وصباح الصورة وصباح التغيير وصباح الجمهور الجديد إلى جانب الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيه إنجاز مهم جدا هو الحفاظ على الهوية المصرية كان فيه محاولات لاختطاف هذه الهوية أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية منجز مهم جدا استرداد الهوية والحفاظ عليها مرة أخرى وطبعا أولا كان عام صعب جدا وهو يمكن مش بعد مش هذا العام فقط لكن كان له مقدمات مهمة وخطيرة أخطر ما فيها اللي بعد تنحي الرئيس مبارك الجمعة التالية مباشرة كان هو حضور يوسف القرداوي إلى مدان التحرير وصلاة الجمعة به ودي كانت عندنا أزمة كبيرة وخطيرة وأدت إلى ما يمكن أن نطلق عليه أن نذهب إلى اتجاه أن هناك دولة سيوكراطية أو دولة دينية قادمة وبالتالي دولة من فكر أشخاص لا يسع عندهم سماحة ولا عدالة ولا إسلام وسطي ولا فهم للثقافة ولا فهم الهوية ذا الشعب ولا فهم اللي مجازه اللي هو أسسه على مدى سبع سنوات سبع سلاف سنة وبالتالي كانت هنا الخطورة أن نحن نسير في طريق منجزات ضخمة وكثيرة للشعب المصري قدامها للحضارة الإنسانية من السهل جدا أن تهدم من السهل جدا أن تتغير أشخاص قالوا جئنا لنحكم مصر خمسمائة عام وبالتالي كانت خطورة الخمسمائة سنة اللي هم بتتكلموا عليها ديات أنك أنت هتتغير هويتك لأن يكون هناك فن لا تاجع لديك ثقافة لأن يكون هناك فن تشكيلي لأن يكون هناك مصرح لأن يكون هناك سينما لأن يكون هناك تعليم للمرأة أخضر ما في ملفهم ثقافة المرأة أن كانت لهم رؤية معينة اتجاهها أن هناك مكانها للبيت فقط ولا يمكن أن تشارك في الحياة الاجتماعية ولا يمكن أن تشارك في الحياة الثقافية ولا السياسية وبالتالي إحنا كنا نسير إلى ما يمكن إحنا اختطاف كامل ولا نعلم متى ممكن أن نرجع مرة أخرى فهويتنا اللي احنا تكونت عبر سبعة تلاف سنة وتفردت عن غيرها زي ما قال جيمس بريستيد اللي هو في فجر الضغط النساني فبالتالي احنا كنا نذهب إلى طريق من السوق بمكان أنا خلينا أذكركم بحاجة أنا كنت ما كنتش في وزارة يعني كنت في ذلك المدير لهاية العامة كنت براكش الميزانية معاهم في مجلس شورى الإخوان في مارس 2012 يعني قبل ما يتولم كمان بحاجة بسيطة وكانت فيه كلام انهم كانوا دخلين على انك انت يعني هي هي الثقافة تعملي في بقى في نفس العام في مارس 2013 يعني قبل صار روحت برضو نكش الميزانية لقيتم بيخفضونا الميزانية بتاعتنا وبيخفضوا ميزانيات الهيئات الخاصة بزارة الثقافة زي الفنون التشكيلية زي الأبرا زي بعض القطاع الانتاج الثقافي زي المسرح والسينما على حين الميزانية كانت وقتها ما توصلش المريار جنيه يعني مبلغ تافي بالنسبة للميزانية الدولة في ذلك الوقت يعني فبالتالي هو اتجاههم ان هناك ثقافة معينة سوف نتعلم انا بحمد ربنا ان كان عندهم غباء في هذا الفترة وعندهم غباء شديد في ان هم لا يدركوا ما هي هذه الدولة وما هذا هو الشعب وبالتالي ده اللي خلانا ان احنا نستعدها في 30 من الوقت طيب حراج كنت لسه بتذكر فترة عمل حضرتك وقيادتك ليه دار الوثائق المصرية اللي كان حصل فيها استهداف كبير جدا وده كان من اكتر الاماكن اللي كان عليها هجوم في الفترة دي وكان فيه هدف الوصول للوثائق المصرية كان ايه الهدف تجريف دار الوثائق من الوثائق اللي موجودة فيها ولا كان فيه ايه هو احنا كنا الداخلين هما في السياسة الاخوانة فمن ضمن الاخوانة الدخول على مراكز العقل المصري الدار الوثائق ودار الكتب كهيئة كدار الكتب وثائق قومية هي ما يمكن نطلع الحافظة للثقافة الثقيلة دار الكتب هي مون شوف كل ما انتجه العقل المصري في الفترات السابقة تجد له نسخة موجودة في هذا المصري مش العقل المصري فقط وبالعالم دار الكتب فيها حوالي 3.5 مليون كتاب فده مهم لأخطر بقى الوثائق الموجودة وفجئنا ان بدأ ده سريعا يعني هما كان عندهم يعني عجلة من الامرهم بشكل كبير انه هما يعاوزين يسطر على كل شيء من ضر الابرة فبالتالي هو ده زاد الامر بقى يعني ايه بدأ الامر يتضح اكثر كل كيادات الوزارة يعني الدكتور سعيد توفيق من المجلس على الثقافة الدكتورة كاميليا الصبح الدكتور عامل مجاهد ومجموعة كبيرة من كل كيادات الوزارة فجئنا ان احنا فيه تجريف تم بيتم وبيزيح وكانت الناس وعي يبدأ والناس حاسة ان فيه قلق الناس بدأت تدرك يعني ايه الناس من اول الاعلان الدستوري من اول الاعلان الدستوري وبدأ ما يمكن احنا نطلق عليه ايه يعني ايه لا في خطر بس بدأ يزداد الخطر والناس تشعر بقى اكتر وتتحرك لما بدأ بقى في خامسة يونيون طبعا في ابريل موضوع تمرد سمرد تمرد هذا الامر وكانت مهمة لكن بدأت الرموز تنزل الشارع الرموز تتحدث الرموز تكون بنشاط ثور فبالتالي بدأ هنا الحراك بشكل قوي ومهم المفكرين كلهم الكتابة في الصحافة المصرية الحديث في التلفزيون يعني كان فيه حالة عامة من المثقفين ومفكرين لأمة اللي هم التنورين ان هناك خطر كبير ولم نعد نحتمل أن نقف ساكتين أمام هذا الامر فبالتالي ده كانت الشعب تحرك سريعا معهم وبعد نزاحة الغمة كان فيه خطة كده موضوعة للمحافظة على الهوية المصرية وللاستثمار في بناء الإنسان المصري ثقافيا واجتماعيا لو نقدر نقول ان نتعامل ايه بقى عشان نقدر نحافظ على الهوية المصرية والناس الأجيال الجديدة تبقى طالعة وهي متأسسة ثقافيا بصي هو احنا طبعا بعد 30 يونهما ناجحت كان في الاتجاه اولا احنا عندنا رصيد وبناء موجود لابد انك انت تكمل عليه الأمر الثاني انك انت فيه مناطق ما ممكن نطلق عليها كانت محرومة ثقافيا وكانت بعيدة عن الأضواء وبعيدة عن تصلايا الخدمة الثقافية زي مناطق الحدوث زي الكرة والنجوع فبدأت فكرة انك لماذا لا نصل إلى هذا الأمر فكانت النشاط المهم والضروري أول حاجة في مجموعة من المحاورة فيه أماكن ليست فيها أماكن ثقافية مبنية زي مثلا فيه بت ثقافة في قصر فلابد انك انت تقوم بهذا الأمر احنا جبنا سامح حسين في 2015 عمل لف بمصرحية كبيرة ولف فيها يا أحمد بدير وصل لهذه المناطق بمصرحية نفس الحكاية بدأت فيه النشر الكتاب يصل ليهم فكرة انك انت المسابقات الثقافية لأبناء هذه الأماكن وصدافتهم داخل القاهرة لعروض وخلافه وبالتالي بدأت فكرة العدالة الثقافية بين أقاليم مصر المختلفة لابد ان تتحق وبدأت اللي هو الدولة انا قلنا في الوزارة الدولة رازت زيادة عن ميزانيتنا يعني ميزانيتنا في 2014-15 مليار ربماية 75 في السنة التالية 15-16 ادتنا 560 مليون جنيه زيادة يعني ما يقرب من تلت ميزانية الوزارة زيادة عن عشان نتحقق نوع من العدالة تنشر ثقافيتها وايضا انها تخدف الثقافة مهمتها ان تخدف للمشروع المصري الشروع المصري ما هو ان تكون لديه دولة قوية ان تكون لديه لدولة فاعلة ان تكون لديه دولة مؤسرة ان يكون له انسان واعي وقادر ومثقف وعنده القدرة على الانتقال الى الامام والانتقال نحو المستقبل فبالتالي الثقافة هي هذه الاداة تأتي من خلال المصر تأتي من خلال السينما تأتي من خلال الفن التشكيل تأتي من خلال الكتاب تأتي من خلال الرأس فبالتالي ده مهم ان كانت تتحقق هذا الامر فده كانت ترجم اهداف دول مصري شوفنا ده الوصول للمناطق الحدودية والعدالة الثقافية ما بين كل المقاطعات وكل الاماكن في مصر جانب مهم جدا كمان خلال السنين اللي فاتت فكرة الصناعات الثقافية والإبداعية. شفنا دايما كان ينظر إلى الثقافة أنها ثقافة الأدب والتنظير والفكر. لكن شفنا مبادرات مهمة تتعلق بالصناعة الثقافية. أن يأربط الثقافة بالاقتصاد. وأنه يبقى فيه محافظات معينة مشهورة مثلا بالنسيج أو بغيره من بعض الحرف المصرية. وربط الاقتصاد بالثقافة. فزي هنا الثقافة محرك حقيقي للاقتصاد المصري. بص أولا هو الصناعات الثقافية دي من المجالات اللي كانت مهملة شوية موجودة عندنا. وكانت الفكرة أن نحن نقدم ما يشبه الخدمة أكتر من أي شيء في ظلم. لماذا لا تكون الثقافة مصدر المصادر للدخل القامل؟ هقول لك حاجة وأنا مكتبت مرة فرنسا في سنة 2014 رأسة 34 مليار يورو للإنفاق على الثقافة أو الصناعات الثقافية داخل فرنسا. جانت في هذا العام 385 مليار وفرت من خلالها 800 ألف وظيفة. الصناعات الثقافية ليست فقط خاصة بالحرف التراثية فقط. لا. الغناء نفسه ده نوع من اللي يبعث تراثة عموما. الموسيقى. عارف أنك أنت تكون عندك فرق موسيقية رائعة وتعزف مقطعات موسيقية بشكل ما. وتسوق وتوضع على مواقع السوشيال أو التواصل الاجتماعي. فبالتالي ده مهم. الفنون التشكيلية والإبداع في الفن التشكيلي. فوزارة الثقافة بدأت تهتم. أنا أعوز لك. الاهتمام لم يكن مزارة الثقافة فقط. بل كان من رئيس الجمهورية نفسها. الرئيس نفسه تبلغ هذا المشروع. وشفناه في أكتر من مرة. وهو في أسوان افتتح معرض ليهم. وهو دخل صريح. إحنا محتاجين جدا القطاع الخاص يدخل في هذا الموضوع بشكل أكوى. فيه هو من الشارع؟ لأن مهما كانت قوة الحكومة أو قوة القطاعات الحكومية. فسوف تحتاج دائما إلى الإدارة القطاع الخاص. اللي هو يتبنى هذا الفكر وينفق عليه. ويشارك فيه. وبالتالي هو ده اتجاه الدولة. التشارك مع القطاع الخاص في كل المجالات. فبالتالي إحنا. وأعتقد أن إحنا ماشيين فيها بشكل جيد. في الآيام القادمة هتظهر لها أحصل إن شاء الله. عقب نجاح ثورة تلاتين ستة وعقب ما الشعب المصري يبدأ يشم نفس ويعني زي ما بنقول باللغة الدرجة. كان فيه حاجات تبتدت تغييب علينا. الدولة المصرية اشتغلت عليها. ويمكن وزارة الثقافة والحقيقات الثقافية المختلفة. ابتديني نهتم جدا بتوثيق التراث. وإن إحنا نوثق حاجتنا ونخليها باسمنا. لأن لقينا إن حاجات بتاعتنا بتتسرق مننا. بتاقي بقى نشتغل على توثيق السيرة الهلالية وغيرها وغيرها وغيرها. بحيث إن إحنا يبقى عندنا الحاجات بتاعتنا وباسمنا وموجودة وسبتة. فعلا. هقول لحضر الحاجة. إحنا من أول حاجات اللي يونسكو حاملة حاجة اسمها ذاكرة العالم. ذاكرة العالم ده إنك إنت كل أمة تميزت في أي فن من الفنون أو إبداع من الإبداعات. أيا كان هذا الإبداع. فمن حقا حتى الطعمية وغيره وخلافه لأكلات. فإنها تقدم ملف تثبت فيه حقها في هذا الأمر. وهتتحرك فيه. أنا أقول لك شيء من أهم الأشياء اللي إحنا أول حاجة سكناها في ذاكرة العالم. كانت فيه مجموعة في دار وسائقها ما اسمها حج مرأو صلاطين. مجموعة من الوسائق النادرة التي ترجع للعصر الفاطمي. اللي بتأيد شوفي. يعني الحجة دي كانت خاصة هي عبارة حجة واقف بيت. بس يبتذكر البيت بقى بتفاصيله حتى بالدهنات الموجودة فيه. مساحته. الخشب اللي ما نقوش فيه. اللي هي البعض. من العصر الفاطمي. وده عارف نادرة ليه. لأن الحجة المكتوبة حتى كمان على رق اللي هو جلد الغزال وجلد القديم ده. وجزء منها مكتوب على جزء ما أشبه بورق القديم اللي أشبه بورق البرد. فبالتالي ده كانت ندريتها خلت إنها اليونسكو تعتبرها دي جزء من ذاكرة العالم ويجب الحفاظ عليها. برضو إحنا بدأنا في هذا الأمر يمكن شوفنا في الألام الماضية إحنا السيرة اللي هي بدأ فكرة تفكير. إحنا عندنا أكلات شعبية مصرية. صحيح طبعا. عندنا أزياء مصرية. عندنا أمثال مصرية. فيه أشياء كسيرة. في نون الظل وفي نون الرجوز وغيرها. كل جلت في اليونسكو. بالضبط. صحيح. سؤال أخير يعني بعد 11 سنة دكتور عبدالواحد نبوي شايف إزاي أهمية الثقافة والقيم اللي بتؤكدها الثقافة المصرية. عشان يتم ترسيخ فكرة الدولة المصرية والدولة الوطنية. الدور اللي لازم يقوم بيه المثقف والمبدع المصري الآن بعد 11 سنة من التورة. بس طول عمر الأدباء والمفكرين هو مرأة مجتمعهم. وبالتالي نحن نحتاج إلى إنتاج فكري. وهذا الإنتاج الفكري لا يقتصد بس على الكتابات العلمية. لكن رواية وقصة وشعر وفن تشكيلي ومصرح وسينما يجب أن تعبر عن هذا الواقع للشعب المصري. وأيضا أحلامه طموحاته نحو المستقبل. فأنا بتصوره. زارت ثقافة مهمتها أنها لازم تدعم هذا الأمر. لازم تتحرك في هذه الملفات أنها تشجع على أن ينمل إبداع المصري بشكل بير. الأمر الأخطر كمان أنك تكتشف مبدعين جديد وتقدمهم بهاء طاهر جاملين. الأبنود جاملين. نحتاج إلى أن نكتشف مبدعين أكثر ونقدمه. نحتاج إلى زد إنتاجنا المعرفة. لازم الحضارة الإنسانية تتحرك للأمان بتقول لك مصر قدمت كان في السنوات دي. مصر فعلت في هذه الأيام. فبالتالي نحن عاوزين نزود حصتنا من المشاركة في الحضارة الإنسانية. وأنا أعتقد الثقافة سوف تلعى الدور كبير وتعبر عن التجربة المصرية في العصر الجديد لهذا الأمر. وده الهدف يعني البتدى يحاول نشتغل ونطبقه في الفترة الأخيرة في التعاون اللي حاصل ما بين الهيئات المختلفة. ما بين المسابقات اللي بتعملها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الشباب في الأماكن الحدودية. بحيث أنهم يكتشفوا أجيال جديدة من المتقفين ومدعينه من الناشئة. كمان طبعا مع الشركة المتحدة لخدمة العالمية. أنا شايف فعل من دلوقتي. هو إحنا بتيك. كانت علينا فترة أن الوزارات المصرية كان بتعمل في جزر منعزلة. أنا أعتقد الأيام الماضية والأيام القادمة. التعاون سيكون أكثر في هذه الملفات. وبالتالي فكرة أنك أنت أن طلع على الثقافة دورا في خدمة المشروع الوطني المصري والانطلاق بتعريفه. ليس المواطن المصري فقط بالعالم. والتأثير في جوار الإقليمي. الأيام القادمة سوف تحمل كثير في هذا الملفات. أكيد. كل شكرا لك دكتور عبدالواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق وأستاذ التاريخي الحديث والمعاصر. نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا شكرا لك أفن دورتنا وشرفتنا.